امام عشور امام عشور ده حاجة فنية رائعة صحية لعيب فعلا عنده من الادوات ما يسمح له والثقة والاخلاص في الملعب دي مهمة جدا هو مش معتمد ويا رب يستمر كده بقى لان استمراره كده انت نصحتك لامام عشور تحديدا ايه والله ما تدي ودنك لحد لان اللي عايز يهدك موجود برا النادي الاهلي وموجود بالقوة برا الاهلي وبقوة اه طبعا حتى لو بد ان احيانا حد حيهاجمك مما تعتقده لا حتبقى زقه يا امام بالاداء ده والاخلاص ده انت الجمهور حتك على رأسه كمل وكمل مع زميلك الجميل في امام ان اللي عايزها تتباصل القرار اللي عايزها تتباصل اللي عايزة يجري بيها اللي عايز دريبلينج بيعمل دريبلينج اللي عايزة تاكلينج بيعمل تاكلينج ارتداد والدفاع لعب تشعر انه لعب ملتزم عايز يعمل حاجة بنفسه والمكانه لا وماشا تانية فعلا ارجو ان يستمر على هذا ارجو عشان برضو لن نزودها ولا ندي توقعات خايف عليه من ايه؟ خايف عليه انه هتيجي لحظة ممكن ناس ما تشوفش ده نبقى فاهمين انه ده طبيعي لو حصل بس اللي مش طبيعي انه رغبتك في الأداة تقل طول ما انت عندك هذا الشغب وهذه الحدة وهذه المحاولة وهذا الالتزام على الرأس من فوق انت وغيرك انت وكل واحد يخلص انت وغيرك وارجعوا يا لاعب القالي يا شباب القال خدوا اسباب تفوقوا السلفات وحافظوا عليهم كلكم بقى احنا مش قصدنا نشد على حد ولا احنا بنودين تصرف من الشخص لان الشخص قبل كده قدم حاجات كثيرة جدا كويسة ومنتظر منه حاجات كثيرة كويسة تشفع له انه نعتبره غلطة اه صحيح وهو يعني اللعيب لما بيعتذر وتشعر بنادمه ويقف قدام الفرق يعتذر يعتذر الجمهور هناخبالها واللي بيننا وبينه ايه الصدق ده بيبان في المواقف اللي جاية صحيح بس وده لكل زمايله الحالة ان الكلام يا جماعة مش لشكل وعلى فاكر مش لعبت الناجل اللي هايزين نلعب كورة قدم طبيعية زي اللي العالم بيلعبها